ده في الصفر لكن برضو الماسك موجود إجراءات الاحترازية العدية موجودة والمريض يعتزل الناس لمدة عشرة ايام مش لمدة خمسمائة سنة بدون رعب لكن ده إنا الترابيزة مقلوبة في الناحية التانية من ناحية الهند إن في حالات بالألاف وفي حالات بالملايين وإن في حالات وفيات عنيفة لغاية دلوقتي أنا مش قادر أفسر الكلام ده يعني ليه المسألة انفجرت مرة واحدة في الهند ده مجتمع برضو محتاج دراسات شديدة لأنه مجتمع متناسر فيه عرقيات كتيرة فيه ديانات كتيرة فيه زحام مليار يمكن ده حصل برضو السنة اللي فاتت في إيطاليا لما بدأنا برضو بإيطاليا كان فيه إيطاليا كان لها ظروفها إيطاليا كانت برضو لو أنت فكر سيادتك إن هي بتاعت باليرمو دي إن هم أعلنوا إن فيه منطقة معينة ولتاكل مثلا 6 أكتوبر دي هنعمل لها نوع من الحجر من بكرة يا جماعة وما حدش هيخرج ولا هيعمل ده إعلان صحي فالجماعة بتوع 6 أكتوبر أو بتوعب ليرمو في إيطاليا مهما زي أنا بالظبط يعني برضو الجماعة بتوع يعني شغل كده ما أهوك شوية الثقافة متشابه فرحوا واخدين بعضهم وطفشوا من البلد سبوها وهم أصلهم عندهم إيه العدوى موجودة ورحوا لقريبهم اللي في شمال إيطاليا فحصل نوع من الانفجار في الحالات برة واحدة نعم مش حالة واحدة الحاجة التانية إن فيه طبعا وإيطاليا معروفة إن هي عندها نسبة كبيرة جدا جدا من المسنين اللي هم فوق سنة 70-80 نعم فاتخدوا في الرجلين فحصل وفيات كتير ده كانت ظروف إيطاليا طب ده فهمناها طب قوله الهندي إيه اللي حصل فيها الهندي الغد دلوقتي مالهاش مفيش فيها شفافية شوي طبعا برضو وضعها من الأول في دواوية مفيش أرقام واضحة عندهم بيعلنوها وفي نفس الوقت كانوا قدوا أنهما بيطعاموا بتطعيم هندي لم نسمع عنه شيئا مجهول مجهول حاجة مجهولة عشان نقول ده كويس أو وحش يعني ربما يكون التطعيم السبب ربما ربما يكون التطعيم السبب ربما يكون فيه مشاكل في التكالب على التطعيم مع الإزدحام ربما يكون فيه عندهم مشاكل في تصنيع التطعيم بتعمل نوع من الأعراض الجنبية القاتلة شديدة أو اللي بيتاخذ لسه ما فاتش عليه كتير ما كملش شهر ربما يحتاج دراسات لكن الحذر يقول أنه التجربة أو الرؤية أو المشكلة اللي في الهند يجب أن العالم كله يتعامل معها بشكل جدي جدا 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 في أنه يبقى ممنوع أي خروج أي إنسان أو دخول أي إنسان للهند والخروج منه إلا بعد بيكون نتعمله فحوص كاملة وبرضه نعمل نوع من الحجر على كل شبه القرار الهندية نقدمينه هناك نعم وده مش إجراء يعني عنيف ولا إجراء خفيف ولا إجراء مرعب ولكنه إجراء ضروري الشيء بالشيء يذكر وكل مقام المقال وإن المنطقة دي صغرت أو كبرت لازم يكون فيها كنترول الكنترول دوت برغم أن الصين أكتر من الهند في عدد السكان كتير الدعف تقريبا إلا إن الصين لأن نظامها الحاكم نظام قوي ونظام حاكم فعلا وهكذا فبالتالي قدر إن هو يحكم الاتنين مليار صيني وبالفعل هم يمكن هم كان الموضوع بدأ أصلا من الصين وعليه أن تعتبر من أقل الدول برد بالزبط كده وبالتالي